إذن بينظر سكرتير عامل الأمم المتحدة على مصر وإلى مصر على أنها صاحبة دولة صاحبة تجربة وتحدث الرئيس السيسي مع سكرتير عامل الأمم المتحدة في مجمل القضايا وتحقيق السلام في منطقة الشر الأوسط بإقامة دولة فلسطينية والحق السوريين في أن يكون لديهم دولة مستقلة وعدم استماح بوجود ميليشيات مسلحة في سوريا في العراق في ليبيا في اليمن الرئيس تحدث في مجمل القضايا بصفتي رئيس التحدي الأفريقي من ناحية رئيس مصر من ناحية أخرى والتي تمثل هي حجر الزاوية في كل المباحثات في كل القضايا سواء قضايا الحرب أو قضايا السلام موجودة في المنطقة تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا اليوم مع القادة والزعماء المتوجدين في القمة حيث التقى الرئيس بوتين الرئيس الروسي بوريس بوتين صديق لرئيس عبد الفتاح السيسي ومصر صديق لروسيا صداقة استراتيجية واضحة وأمينة منذ الستينات وربما لم نجد علاقات قوية بين مصر وروسيا أو موسكو والقاهرة خلال الفترات الماضية أقوى من هذه العلاقات في هذه الفترة تفاهم استراتيجي واضح في مجمل قضايا في الملف السوري هناك تفاهم مصر الروسي وملف الليبي تفاهم مصر روسي أيضا تفاهم روسي لكل ما يجري في مصر ودعم روسي كامل لكل ما يجري في مصر إذن هناك صداقة مصرية روسية واضحة على مستوى رئاسي على مستوى الشعبين على مستوى الحكومتين على مستوى تاريخي كيف يمكن أن يتم تنمية هذه العلاقات ترقية هذه العلاقات العلاقات الاقتصادية بين الجانبين واضحة في أكثر من مناسبة سواء على استخدام السلاح الروسي أو تطوير السلحة أو ما شابه وإقامة مشروع الضبعة للطاقة النوية السلمية كل هذه المشروعات المشتركة بين الجانبين بتمثل سببا ومنتجا لاجتماع اليوم بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرئيس عندما التقى بماكرون رئيس الفرنسي والمسجر الألمانية ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي بالأمس التقاهم وتحدث معهم على ملفات عربية واضحة ملف الليبي كان مشترك بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء الإيطالي وأيضا المسجر الألمانية ملف الهجرة غير شرعية كان حديث مشترك بين الرئيس السيسي وكل من المشارع الألمانية ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ورئيس الفرنسي كلنا على حدة حيث أن مصر هي صمام الأمان الحقيقي لمنع الهجرة غير شرعية من المنطقة العربية أو من منطقة الشمال الأفريقية أو الصحراء الأفريقية أو من جراء الحروب والهروب من الحروب مصر بتقف لمدة سنتين ونصف الآن لا يوجد أي مهاجر غير شرعية مرة عبر الأراضي المصرية ونتيجة خطة مصرية واضحة بينظر إليها العالم وخاصة الأوروبيين بامتنان شديد من ناحية باحترام شديد من ناحية أخرى ومصر دولة كبيرة في محيطها وهذا بشهادة كل الدول وإذن لقاء الرئيس بالأمس مع الزعماء الأوروبيين زعيم ألمانيا زعيم الألمانية والزعيم الإيطالي والزعيم الفرنسي كان على الملفات المشتركة خاصة ملف الهجرة والحرب الإرهاب وكان الملف الليبي من ضمن الملفات المهمة التي تم التباحث بشأنها وحتى أظهرت لنا الصور أن هناك حالة من حالات الاهتمام الشديد وحالة من حالات الموضوعات المهمة والموضوعات التي تثير هم من قسمات وجه الرئيس عبد الفرنسي وهو يتحدث إلى الرئيس الفرنسي بمنتهى الشدة ويتحدث إليه بمنتهى الجدية وبالتأكيد كان الملف الذي يتم التباحث معه أو به أو حوله هو الملف الليبي الذي ربما يكون هناك بعض التباين في وجهة النظر بين مصر وبين بعض الدول الأوروبية لأن مصر هي الدولة المعنية الأولى في ما يجري داخل ليبيا لأنها دولة الجوار الأقرب ودولة الجوار الأطول ودولة صاحبة مصلحة في استثباب الأمن داخل الأراضي الليبية